السلام عليكم ورحمة الله ومتابعي قناة بيذا بيستوان التعليمية النهاردة السبت كان أول يوم دراسة في بعض المدارس اللي بتشتغل بنظام الفترتين وزي ما كلنا عارفين أن أول يوم دراسة بيكون فرحة كبيرة لطلاب المرحلة الابتدائية لكن النهاردة حصل حاجة غريبة في محافظة الدأهلية أثناء مرور محافظة الدأهلية على أحد المدارس اتفاجئ مدير المدرسة والمدرسين بأن الطفل في الصف الأولي ابتدائي بيتوسل للمحافظ بيبكي وبيتوسل أنه عايز يروح وزي ما حضراتكم شايفين دي صورة الطفل أحمد وحيد طالب بأحد مدارس محافظة الدأهلية وتوسل للمحافظ النهاردة يقوله الدين الواجب عايز أروح وطبعا الخبر انتشر بشكل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة على الفيسبوك لكن أنا كمعلمة أحب أوضح شيء مهم جدا إن المواقف دي مش أول مرة تحصل ولا بتحصل في مدرسة واحدة المواقف دي بنشوفها كل سنة في كل مدرسة وفي كل فصل من فصول الصف الأولي ابتدائي دايما طالب الصف الأولي ابتدائي بيكون متعود على نظام الحضانة لكن بعد شوية بنلاقي الطفل اللي كان بعيط وعايز يروح بنلاقيه بدأ ياخد على جو المدرسة بدأ يكون أصحابه صدقات ويلعب مع أصحابه ويحب المدرسة وتاني يوم عادي خالص جاي مبسوط ووقف في الطبور وكله تمام فأنا مش شايفة أي داعي لتكبير الموضوع بالشكل ده على وسائل التواصل الاجتماعي الموضوع عادي خالص وبيحصل في كل المدرس وده الشيء الطبيعي لأي طالب في الصف الأولي ابتدائي لكن علشان ما نشوفش المشكلة دي تاني أنا بتمنى من كل زملاء المعلمين إيه المانع إن احنا نزين لطلاب الصف الأولي ابتدائي الفصول بتاعتهم ببعض البلالين والزينة بطريقة تخليهم يبتهجوا ويحبوا الفصول بتاعتهم ويحبوا المدرسة من أول يوم ومن أول لحظة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة